أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا ماريم توقعات الجمع الموافق 28 أبريل 28 نسان 28 أربعة عالفين 23 هتلاقي سهولة في أنك توقعات الجوزاء العشرية الأولى موليد 21 مايو ل31 مايو هتلاقي سهولة في أنك تتعامل بشكل إيجابي مع الأشخاص اللي حواليك في الوقت ده الكل هيبدو منجعزب ليك كل الصلاة اللي ممكن تبقى لها تأثيرات إيجابية على مستقبلك هتبتدي تظهر في كل مكان وهتتأكد من أنك بتقدر كل الأشخاص دول حق تقدرهم ده للفوائد اللي هتجيلك من خلالهم وحتى لقمتهم الشخصية بالنسبة ليك يا جوزاء توقعات العشرية الثانية موليد 1 يونيو ل11 يونيو أنت النهاردة بتندخب حالة خاصة جدا من القوة والاستقرار كل الناس بيلجأوا ليك علشان تساعدهم وتدعمهم حاول استخدم طقطك في مساعدة الأشخاص اللي حواليك ولا يردوا ليك الجميل بعد كده في المرات الجاية اللي هتحتاج فيها لمساعدتهم حاول أنك ما تخفلش عن أهدافك لأنك بتملك الأول لازم عشان تحققها بالنسبة ليك يا جوزاء توقعات العشرية الثالثة موليد 12 يونيو ل20 يونيو هتتوقف حاجات كتيرة من غير سبب واضح على رغم من أنك مش حابب تغير مصارك وحابب تلتزم بجدوى الموضوع قدامك لازم تاخد مصار تحويلي مختلف تتجنب بكل العقبات عشان ما تهدرش طقطك في محاولة أنك تتغلب عليها وهتاخد منك وقت أطول في أنك توصل لكل أهدافك لكن هتكسب كتير من الخبرات القيامة أثناء ما أنت بتعمل كده بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة الأمر هيبقى في برج الأسد بيتميز بحيوية فيها ثانيافوس هنكون بنفخر أكتر في كل عمالنا وابداعاتنا هيشجعنا الأمر ده في كل صفاتنا الشريفة والفخورة والمحبة هندور عن قنوات كتيرة عشان نعرف نعبر بيها عن نفسنا وعن درامتنا العاطفية والشخصية عندنا إمكانيات كتيرة فيها إبداعات واضحة كتير جدا جدا لنا هنبقى واسقين جدا في نفسنا ومستعدين بشكل عام عشان نواجه أي حاجة جديدة هترجع لنا علشان نستفيد منها بطريقة مختلفة أورانوس هيقلنا عشان نتمسك بشكل كبير بأمر الأسود عشان نعرف نستغل كل القواعد والقيود لطريقنا عبور النهاردة هيبقى قوي جدا عشان يفتح قلبنا من المخاوف اللي بتبقى خلفنا بشكل كبير وهيقدروها بصفات كتيرة فريدة عندنا في انتصالات هنقبلها النهاردة في كلمات كتيرة هتساعدنا عشان نشفي نفسنا وانجد نشاطنا هيبقى فيه انفتاح جزاب جدا على تعبيرنا لنفسنا وهترتفع قوة الجاذب الخاصة بينا في كل مهاراتنا وكل استعداداتنا عشان نستمتع بجزء كبير من يومنا هنتنبه لكل الافراد وتناول للطعام اللي هيبقى عندنا والتدلع اللي هيبقى فيه يومنا يومنا قوي جدا عشان نشتكشفه بطريقة ابداعية ونعبر بيه عن مشاعرنا وعواطفنا وهنلاقي منافس جديدة نستمتع بيها لنفسنا هتتعلق بهويات عندنا باعمال ابداعية ممكن تبقى فيه محادثات مفتوحة وصحية ودعم بشكل كبير في كل علاقاتنا الهدفة وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش يريد تشتركوا اتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم لي